فقة متزايدة في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري تبرهنها يوماً تلو الآخر شهادات المنظمات الاقتصادية الدولية حول نجاحات الاقتصاد المصري آخر تلك النجاحات تمثلت في قرار وكالة ستاندردان بورز الإبقاء على تصنيف مصر الاقتماني عند درجة بي مع النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرات الثانية خلال عام 2022 وأشارت ستاندردان بورز إلى أن قرارها يأتي استناداً إلى توقعها باستمرار التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال وأشادت الوكالة بجهود مصر في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي حيث تعد مصر من الاقتصادات المحدودة التي استطاعت أن تحافظ على فائض أولي رغم التحديات والضغوط الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن كما لفتت ستاندردان بورس في تقريرها لجهود الدولة المستمرة في تحسين بيئة تشغيل الأعمال التي تدعم النمو القوي والمستدام فضلا عن الإشادة بخطة الدولة في استهداف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته أيضا في جملة الاستثمارات مشيرة إلى قرب إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتوجده القوي بالسوق المصرية ويعكس القرار استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة المعنية بالتصنيف الاعتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة وعلى رأسها تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالمياً اشتركوا في القناة